إذن جبهة جديدة قد تفتح في وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذه المرة داخل الحزب الجمهوري فترامب سيجد أمامه منافسا غير متوقع للترشح للانتخابات الرئاسية من داخل الحزب الجمهوري والحديث هنا عن حاكم ولاية فلوريدا درون دي سانتس ترامب لم يتردد في مهاجمة دي سانتس حيث اعتبر أن الترشحه لمنصب الرئيس سيكون خيانة كبيرة والسبب بالنسبة للرئيس الجمهوري السابق هو أن الفضل الأكبر في انتخاب دي سانتس لمنصب حاكم ولاية فلوريدا يرجع له حيث أن ترامب عدى اليد أو يعتبر بأن دي سانتس عدى اليد التي مدت إليه بتفكيره في الترشح وهي إشارة على عدم الولاء كما اعتبر ترامب أنه من أحيى فرص دي سانتس في النجاح بعدما كانت حياته السياسية قد انتهت وبعيدا عن الصراع بين الطرفين فإن ترشح دي سانتس في حال تم يبدو مزعجا نوعا مال بالنسبة إلى ترامب وذلك لعدة اعتبارات أولها يا طاهر أن صورة ترامب تضررت بشكل أو بآخر بالأداء المخيبة للأمان للجمهوريين في الانتخابات النصفية وذلك بسبب الأسماء التي راهن عليها ودعمها على العكس من ذلك فإن دي سانتس نجح في الحفاظ على مقعده مرة أخرى في فلوريدا وهي الولاية التي كان فيها أداء الجمهوريين جيدا بشكل عام وبلغة استطلاعات الرأي فإن الفجوة ليست كبيرة بين دي سانتس وترامب حيث ذكر استطلاع حديث أجراه مركز أن دي سانتس تحسن في مواجهة ترامب حيث حصل على 28% من التأييد مقابل 46% لترامب بنسبة انخفاض وصلت إلى 11% ويعتبر ترامب المرشح الوحيد الذي أطلق رسميا ترشحه لسباق 20-24 لكن العديد من الجمهوريين أشاروا إلى أنهم يفكرون في الترشح بما في ذلك أو بمن في ذلك نائب الرئيس السابق مايك بانز وسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر